السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف السابع سنتحدث اليوم عن الدرس الرابع عشر تحذير الإسلام من الانحراف والضلال الصفحة الستون سنتناول أعزاء الطلبة في هذا الدرس أولا تعريف معنى الضلال تعريف الاستقامة ما معنى استقامة ما معنى انحراف وما هو صور الانحراف وأيضا ما أثر هذا الضلال على الفرد والمجتمع قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى عندما خلق العباد وخلق الجن والإنس خلقهم لغاية العبادة الله سبحانه وتعالى لم يعذب أي قوم من الأقوام الذين عصوا الله سبحانه وتعالى بدون أن يبعث لهم من يدلهم على طريق الاستقامة وطريق الهداية ومن يدلهم على طريق الذي يؤدي إلى الجنة وأيضا الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة السليمة يعني كل مولود عندما يولد يكون هو على الفطرة يعني على الإسلام بالأساس طبعا أبواه هم إما يهودانه بيخلوه يصير يهودي أو يمجسانه مجوسي أو ينصرانه بيصير نصراني ولكن كل إنسان يولد على هذه الفطرة فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل هؤلاء الرسل أرسلهم لهداية الناس يعني بطبيعة الناس المفروض أنهم يآمنوا لأن هؤلاء الرسل عندما أتوا إلى الناس لعندما بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس بعث معهم ما يدل على صدق نبوتهم فمن آمن بهؤلاء الرسل طبعا مصيروا إلى الجنة ومن كفر وانحرف عن الفطرة السليمة التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها يسمى هذا انحراف وهذا الانحراف هو ضلال بمعنى الانحراف عن طريق الحق يعني طريق الاستقامة هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وهلأ رح نعرف شو معنى استقامة فإذا الانسان حرف عن هذا الطريق هذا يسمى الانحراف يسمى ضلال هو ضل عن طريق الحق قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعث لنا الصراط المستقيم ويسر لنا الطرق المؤدية إلى هذا الطريق المستقيم فالله سبحانه وتعالى يقول لنا لا تتبعوا السبل اتبعوا فقط طريق واحد اللي هو الطريق المستقيم في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور أيضا في نفس معنى الآية ومن إحجاز القرآن الكريم أنما عندما تذكر الطريق المستقيم هو طريق واحد أما الطرق التي تؤدي إلى الضلال هي طرق كثيرة ولا تتبعوا السبل أي لا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله عن السبيل الأساسي أو في قوله تعالى قلنا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا من إعجاز القرآن قلنا لأن الظلمات وردت بصيغة الجمع والنور بصيغة المفرد وأيضا الصراط المستقيم هو طريق واحد طريق الحق واحد أما طرق الضلال هي متعددة طبعا هذا قول ابن القيم الجوزية رحمه الله طيب فقلنا أن انحراف الإنسان عن الطريق المستقيم يسمى ضلال طيب ما معنى الاستقامة الاستقامة بمعنى الالتزام بتعاليم الإسلام والقيام بالطاعات والعبادات والبعد عن المنكرات والمفسدات بكل أنواعها وصورها قال تعالى فاستقم كما أمرت إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على دين الحق وحذرنا من الانحراف قلنا الانحراف عن طريق الاستقامة يسمى إيش ضلال طب ما معنى استقامة بمعنى الالتزام بتعاليم الإسلام والقيام بالطاعات والعبادات والبعد عن المنكرات والمفسدات بكل أنواعها وصورها ولأن القرآن هو كتاب الهداية الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى لنا فنبهنا القرآن الكريم إلى مجموعة من الانحرافات التي توصل صاحبها إلى الضلال وتوصله إلى البعد عن الهداية وأيضا هذا القرآن أيضا به من الأوامر التي تأمرنا بالالتزام بأوامره والأساسية التي تحفظ للإنسان إيمانه وهدايته تمام يا ميس؟ طب هذا الانحراف الذي حذرنا منه القرآن الكريم ونبهنا منه تمام يا ميس؟ ينقسم إلى قسمان فالانحراف له صورتان أساسيتان الصورة الأولى إما أن يكون انحراف عقائدي كأن يكفر الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو يعبد معه إلى عن آخر هذا الدخل بالعقيدة أو يكون هذا الانحراف سلوكي يعني الإنسان مآمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بموحدنية الله تعالى ولكنه في سلوكه في أقواله في أفعاله التي يقوم بها هذا الانحراف يسمى سلوكي إذن قلنا أن الانحراف الذي حذرنا منه القرآن ينقسم إلى نوعين إما أن يكون عقائدي وإما أن يكون سلوكي ما معنى عقائدي؟ عقائدي كأن يكفر كما قلنا بالله سبحانه وتعالى أو يعبد معه إلها آخر لهو الاشراك بالله أو الشرك بالله تمام يا ميس؟ أو ممكن يكون هذا الانحراف سلوكي يعني هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن الانحراف يكون في أقواله في أفعاله التي يفعلها هذا يسمى انحراف سلوكي تمام يا ميس؟ هذا الانحراف الذي نبهنا منه القرآن الكريم طب وأيضا قلنا أن القرآن الكريم أمرنا بالالتزام بأوامره وأعظم ما نبهنا إليه القرآن الكريم اللي هو إيش؟ الثبات على الإيمان وعدم إنكار أي شيء من أركان الإسلام أو أركان الإيمان ليش يامس؟ لأنه من أنكر أي شيء من هذه الأركان كمن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى أو أنكر مثلا اليوم الآخر كما قلنا عنه سابقا أو مثلا أنكر صلاة، صيام، أي ركن من أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو أي شيء عن حقاق الدين فقد خرج من دائرة الإسلام تذكروا يامس الدوائر اللي رسمناهم على اللوح قلنا أن دائرة الإسلام هي الدائرة الأعم من أنكر أي شيء من هذه الدائرة من أركان الإسلام أو أي شيء أيضا من أركان الإيمان أو من حقاق الدين فهو خرج من دائرة الإسلام هلأ إحنا شو منعمل يامس؟ إحنا في عنا أنه إحنا من يعني إحنا مسلمين الحمد لله مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومن آمن بجميع الأركان ولكن مقصرين هلأ هذا تقصيرنا لا يخرجنا من الإسلام لا نعتبر أنه إحنا غير مسلمين أو غير مؤمنين لأنه إحنا قصرنا لأنه طلاب أنت بتنطق بالشهادتين ومآمن بالله سبحانه وتعالى تؤمن بالله وتؤمن بأركان الإسلام جميعا وتؤمن بأركان الإيمان جميعا تمام؟ بس إذا أنت تعتبر مسلم لا تخرج من دائرة الإسلام ما الذي يخرجك من دائرة الإسلام؟ إنكار أي شيء من هذه الأركان أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو الكفر بالله أو الشرك بالله هذا يخرجنا من دائرة الإسلام قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذن العذاب الشديد يوم القيامة للذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى تمام يمز؟ أو ينكر أي شيء من حقائق الدين إذن قلنا عن القرآن الكريم أنه نبهنا إلى مجموعة من الانحرافات التي توصل صاحبه إلى الضلال وقلنا أن هناك انحراف عقائدي وانحراف سلوكي الانحراف العقائدي يكون كأن يكفر الإنسان بالله تعالى أو يعبد معه إلها آخر أو قلنا انحراف سلوكي كيقوم في أقوال الإنسان أعماله التي يقوم بها وأيضا نبهنا القرآن الكريم على الثبات على الإيمان عدم إنكر شيء من أركان الإيمان أو الإسلام تمام يمز؟ ليش؟ لأنه قلنا من أنكر أي شيء من هذه الأركان كمن أنكر وجود الله تعالى أنكر يوم آخر قلنا أو صلاة صيام أي ركن من هذه الأركان أو أنكر أي شيء من حقائق الدين فهو خارج من دائرة الإسلام ويكون مصيره العذاب الشديد يوم القيامة طيب هل لو الشخص كان مؤمن بجميع هذه الأركان ولكن لا يطبقها يعني مقصر لا يخرج من دائرة الإسلام يحاسبه الله سبحانه وتعالى على تقصيره لأنه إنسان ينطق بالشهادتين تمام يمس؟ طيب ما أثر هذا الضلال على الفرد والمجتمع؟ بماذا يؤثر؟ إذا كل إنسان كانوا منحرفين عن الطريق الصحيح عن طريق الاستقامة وكانوا في ضلال ماذا يؤثر؟ أولا ضعاف الإيمان في نفوس الناس هذا أولا ثانيا تفرقت المسلمين وأبناء المجتمع ليش؟ ليش يفرقهم؟ لأنهم غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى إذن إذا كانوا غير مؤمنين إذن لن يطبقوا حديث أن المؤمنون كالجسد الواحد إذا الشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني لم يكنوا أخوة في الإسلام إذن تفرقت المسلمين وأبناء المجتمع ثالثا إشاعة الانحراف الفكري إيش يعني مس انحراف فكري؟ يعني كل واحد عنده عقيدة بده يمشيها كل واحد عنده تفكير معين مؤمن بشغلة معينة بده يبثها في هذا المجتمع وبهيك إيش بيصير؟ يشيع في هذا المجتمع الانحراف الفكري تمام يا ميس؟ طيب يا ميس آخر نقطة ضلت عندنا بالدرس اللي هي تتحدث عن ما أخطر ما أخطر هذا الضلال والانحراف الأخطر في موضوع الانحراف والضلال عن طريق المستقيم هو التسرع في محاولة تصنيف الناس والحكم عليهم بالفسق أو الضلال أو الكفر يعني نقول هذا إنسان كافر هذا إنسان ضال هذا إنسان فاسق هذا إنسان منافق الحكم على هؤلاء الناس هذا أخطر من الانحراف نفسه يعني إذا أنت كنت شخص ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وتطبق شرع الله سبحانه وتعالى لا يحق لك كإنسان مسلم مؤمن بالله تعالى أن تطلق لفظ الفسق أو الضلال أو الكفر على أي شخص على هذه الأرض طبعا مين اللي بيفعل هك دايما المنظمات الإرهابية المنظمات الإرهابية شو بتعمل يا ميس أي واحد ما بيطبق أي شغلة من تعاليم الدين يطلق عليه لقب الكفر يعتبر إنسان كافر بالنسبة لهم وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله كأنه قتله فلا يجوز يعني محرم شرعا إطلاق وصف الكفر أو الشرك على مسلم ليش؟ لأنه مثل أي شخص يعتقد بالشهادتين مهما كانت أفعاله التي تصدر منه وأقواله فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى إذا كان هو فعلا مؤمن أو لا لا يحق لك بما أنه يؤمن بالشهادتين لا يحق لك أن تطلق عليه لفظ كفر أو فسق أو فجور أو ضلال إنسان ضال لا يحق لك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين ونقول دائما يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك لأنه بما أنك أنت أطلقت عليه وصف الكفر أو وصف الضلال وإنت شخص ملتزم ممكن بين ليلة وضحاها يا ميس تصير أنت مكانه فندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على هذا الدين ولا نطلق لا يجوز شرعا ومحرم شرعا أن نطلق لفظ الكفر أو وصف الكفر أو الشرك على أي مسلم يعتقد بالشهادتين لأنه كما قلنا هذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى نحن لا نعلم ما بين العبد وربه وأيضا من يفعل ذلك يدل على جهله بالدين لأن الجهل في فهم الدين الصحيح هو السبب الرئيسي في تكفير الناس فقلنا حكم التكفير لا يجوز شرعا طب لو أنا أطلقت وصف كفر على شخص أي أصلا غير مسلم يعني شخص مثلا نصراني يهودي هل يجوز؟ نعم يمس لأنه القرآن ذكر عنهم أنه هؤلاء النصارى واليهود أو أي شخص غير مسلم هو كافر أطلق عليه لفظ كفر أما شخص ينطق بالشهادتين مهما كانت أفعاله لا نطلق عليه وصف الكفر تمام يمس؟ وكما قلنا هذا يدل على جهله في فهم أحكام الدين الصحيح هو السبب الرئيسي في تكفير الناس طب إحنا شو واجبنا تجاه هؤلاء الناس وهؤلاء الأشخاص الذين يكفرون المسلمين واجبنا أن نقدم النصح لهم ونوضح لهم حرمة التكفير وأنه محرم شرعا أن نكفر أي مسلم ينطق بالشهادتين وننكر عليهم قولهم بالأسلوب المناسب لكل شخص يعني بدون أن نقدر الأشخاص أن نطلق أن ننصحهم بأسلوب مناسب وطبعا كل شخص إله أسلوب المناسب إله فيه أشخاص يعني تتقبل باللين فيه أشخاص تتقبل مثلا بأسلوب المحاورة بأسلوب الإفهام طبعا كل هذه أساليب نتبع الأسلوب المناسب لهذا الشخص هذا واجبنا كمسلمين أن ننصح إخواننا المسلمين لأنه إحنا كمسلمين يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وقلنا أن تكفير المسلمين هو أمر محرم شرعا فلا يجوز لنا أن نكفر مسلم وأيضا نقدم النصح لمن يكفرون المسلمين تمام يا ميس هيك إن شاء الله منكون أنهينا درسنا لهذا اليوم يا سابع تحدثنا في هذا الدرس عن معنى الضلال وقلنا هو الانحراف عن الفطرة السليمة وأيضا تحدثنا عن معنى الاستقامة وقلنا هي الالتزام بتعليم الإسلام والقيام بالطاعات والعبادات وأيضا البعد عن المنكرات والمفسدات بكل أنواعها وصورها وأيضا تحدثنا في هذا الدرس عن صور الانحراف وقلنا أن هناك انحراف عقائدي وانحراف سلوكي وقلنا أن عقائدي معناه كأن يكفر الإنسان كأن يكفر الإنسان بالله تعالى أو أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر هذا العقائدي أما السلوكي فيكون الإنسان يؤمن بالله تعالى ولكن الانحراف يكون في أقواله وأفعاله التي ممكن أن تخرجه من دائرة الإسلام تمام يا ميس؟ وقلنا أثر هذا الضلال على الفرد والمجتمع ضعاف الإيمان وتفرقة المسلمين وأبناء المجتمع وإشاعة الانحراف الفكري وقلنا من أنكر أي ركن من أركان الإسلام أو الإيمان هو خارج عن دائرة الإسلام أو أي حقيقة من حقائق الدين وآخراً تحدثنا عن التسرع في الحكم على الناس بالكفر هذا يعتبر محرم شرعاً ولا يجوز شرعاً إطلاق لفظ الكفر على أي شخص سواء كان كفر أو فسق أو منافق أو أي هذه الألفاظ ومن يطلق ذلك يؤدي عفواً من يطلق هذا اللفظ يعتبر جاهل في فهم الدين الصحيح وواجبنا كمسلمين نصح هؤلاء الناس وتوضيح حرمة هذا التكفير كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما ذكر رسوله في الحديث الشريف وإنكار قولهم عليهم تمام يا ميس هيك يا سابع من يكون أنهين درسنا لهذا اليوم إن شاء الله في الحصة القادمة أو حصة الزوم رح نحل الأسئلة ونخطط الدرس وأي حدا عنده أي سؤال في حصة الزوم يعطيكم العافية يا سابع سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين